محمد عبد المنعم، الاحتفال المثير للجدل وراء الكواليس في مباراة حاسمة ضد مازينبي الكنجولي، أثار محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي جدلاً بعد احتفاله الغريب بعد تسجيل هدف في شباك المنافس ومع انتشار الجدل حول سبب هذا الاحتفال، كشف مصدر داخلي مسؤول في النادي عن الحقيقة وراء هذه اللقطة المثيرة وفقاً للمصدر، لم يكن عبد المنعم يعتزم الاحتفال في اللحظة التي أثار فيها الجدل بل كان يحاول التأكد من عدم تعرضه لإصابة خطيرة بعد اشتباكه مع لاعبي فريق مازينبي وأضاف المصدر أن عبد المنعم كان يعاني من إصابة في منطقة البطن وكانت اللحظة الغريبة هي نتيجة طبيعية لذلك الألم وبعد المباراة تم استدعاء عبد المنعم لتوضيح ما حدث حيث أكد أنه لم يكن ينوي الاحتفال بل كان يعبر عن تخفيف الألم الناتج عن الإصابة التي تعرض لها هذا التوضيح يساعد في فهم السياق وراء هذه اللقطة المثيرة فيما يتعلق بالأحداث القادمة يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في مباراة مهمة ضمن الجولة العشرين من دوري نايل يأمل الفريق في تحقيق الانتصار في هذه المباراة لمواصلة مسيرته نحو البطولة